يلا يا شبي نحنا مع بعض مرة تانية كنت عم قول لأنه ديزاين كان إلو علاقة بال AHF والهوم كانت مرتبطة بال AHF لما شلنا عنا ال AHF اختلف في الديزاين تاعة فصارت ما بتشبه رفقاتها متل ما شايفين سو اللي بده يصير إنه هاي دي الهوم بدي أعطيها نفس الديزاين تاعة الرفقاتها بيستسنع إنه ما عنده هاي لايت سو اللي بده يصير إنه برضو الـ Active بده يكون فيه عنده أيضا Text Decoration ما إلا علاقة Text Decoration Padding بده تكون كمان 16 بيكسل 16 بيكسل كمان بده يكون فيه عنده Display Block كما تتأثر 16 بيكسل والFont Family بده تكون Calibri طب ليه لا نكتبون مرتين فينا نكتبون مرة واحدة هلأ هيك ترجع لي الديزاين تاعت الهومة الرفقاتها بيستسنع إنه اللون تاعة بده يكون لون وكحلي لذلك لازم شو نعمل منشيلون هون منكتبون ومن إلا للـ Active تشاركي هيدول أنت والـ A منحط فاصلة . Active فبتصير الـ Active إلا خصة بهول كله طب بس نحنا ما بدنا الـ Active تتأثر باللون الرميدي مع Transition سو منشيلون لهيدول من هون وبنحطهم فقط للـ A لحالة فصارت إنه اللون الرميدي مع Transition هني فقط للـ A والمشترك بين الـ A وبين الـ Active هني هول هلأ إذا كانت التركيبة أول ما أنا كتبتها صعبة انتو كتبون عادي وبعدين تطلعوا ييه في شي مشترك بينتن فحطوا المشتركين مع بعض بتصير أسهل عليكم بقصة التفكير يعني أنا رديت كل الأمور لنصابة بالشكل الصحيح وبالشكل اللي مرتب غير إنه إذا حطيت سهم الماوس على الـ Home ما بيبين Highlighted بينما على البقين Highlighted لأنه بإفتراض إنه أنا already موجود داخل الـ Home فليلا حتى أكون Highlight ما أنا موجود فيها بيبقى إنه بدي أحط اللمس السحرية الأخيرة يلي أنا دايما بحبها واللي هي Box Shadow منحطها لـ UL طبعا الـ Box Shadow يعني لهون للأساسية حط لهون Box Shadow خالي نحطها متل ما أنا حطها عادة Five Pixel Five Pixel Ten Pixel Gray غامل هيك بيصير عندي Shadow ظلو جميل داخل الصفحة تعيد طبعا حاليا أنا خلصت الـ Horizontal Menu ما عنده Drop Down متل ما بتعرفو بس هايدي Simply بتأكد إنه There are Only and Only Six Main Menu يلي هني Home Classes Students Courses Contact and About لو كان عندي Extra Items ما بدي حطهم لملي الصفحة ساعتها بعملهم Drop Down ولا بنعمل Drop Down أنا وياكم بس حاليا بالوقت الراهن أنا بدي أعمل Finalizing لهيدا الإجزرسايس بإني بدي أضيف عليها شوية icon من الفونت Awesome icon اللي أنا already ضيف اللينك تعيته هون وإخذها من الإنترنت هلا لأنه اشتغل فيون كتير فحافظ بعض الأسماء ففيني يضف لكم يون وإنتوا بعدين بيصيروا تعفظوهم مثلي أو إذا حابين فيكن تستعلموا عنهم كتير من الإنترنت ضمن الآي Classes بدي حط فونت Awesome Space فونت Awesome Home هيدا بيعطيني شكل الhome طبعا هون هاكتب واحدة تانية ل Classes I Classes طبعا فيكن تكتبوها مثل ما نحنا معوّدين دايما نكتبها بهال الإسلوب بتقولو I dot وبتحطو إنتوا هون F A Class بيكتب الكون إياها وبتكملوها إذا بتكم وإذا بتكم تكم تكم كتاب إلا إلا بس هون ححط Lean POP يلي هي هاي Thanks for Visual Studio Code عم يساعدنا كيف نقدر نكتبها whatever وإذا حابين فيكن This video is sponsored by Visual Studio إيه صح بس هي هو بال Visual Studio عم يعرفون Visual Studio لأنه already أنا عامل link للفونت awesome من فوق آه عرف إيه So أنا ححط هوني I هيدا I Tag وبقدر هوني إكتب فيها Class يعني إنتوا حرين فيكم تكيفوا مع الكتاب منطلما أنت بتكون مثلا خلينا نقول Student هو User Circle هيدا نوع من أنوع الإيكون كمان حتى لو حطيته Space المفضل إنه نخلي المارجن هي تبعد الصورة عن النص نعم طيب هيدا يعني التكنولوجيا اللي بتصير أنا مثلا كل مرة إشي جديد كل مرة إشي عم تصير سهلة طيب مع هذا الشي بدرنا نحن طيب لا لا بالعكس اللي بيشتغل فيهون كتير مع الجديد أسرع من الشخص الجديد أنا مثلا بيصير بدل ما الشرقية مثلا تطلب عشرين مبارمج تطلب مبارمج واحد أنا مثلا بيجيب بها الوابسايت لا لا أبدا أبدا لكن النظرية معاكسة تماما كل ما عم يكبر العالم كل ما عم يصير بحاجة لوابسايت أكتر وأكتر وكل ما صاروا الشركات عم يطلبوا أكتر أكتر خاصة أنه الإنسان ما بيعمر الإنسان بيموت بيخلص عمره يعني مثلا جيلي أنا هيروح أنتو الجيل اللي جاية كمان الجيل اللي بدو يجي بعدكون بدو يجي وإنتو بدكون تروحوا فدايما بيكون بحاجة لجيل جديد يقوم بها المهام صح صح بس أنا أصدق التسهيلات اللي عم تصير أنا لسا عشوية يعني بتصير وتلاقي موجود موجود مين قال مثلا عندك الويكس دوت كوم غيرها من المواقع بتقدم لك ويب سايت بلاش هلا لا مش إنه بلاش إنه بدون دفع ويكس دوت كوم مثلا بتدفع عشرة دولار أو خمسة عشر دولار بتعمل ويب سايت كامل بس ما إنه مبتكر الويب سايت لايك تخبرك شو طلع عند هاي الويب سايت www.muc.edu.lb طب هيدا ويب سايتا جامعة الميو سي أوكي هيدا معمول على الويكس شوف أول شي أول شغلي بتلاحظها البطء بلودينج للكونتنت مش طبيعي معنى أنا عندي فايبر أوبتيك شوف فرجيك سرعة الانترنت اللي عندي هفرجي ببشمون بس أنا قاعد حت سنترال آه ها هي أنا بأرحل أنا وعم بعمل وصلت عندي بالثانية ل 12 ميجابيت يعني كان اللي حجمه الفيديو اللي حجمه وان جيجا وشواي ما أخد وقت معي لاحظ أدي عم تفتح عندي هي داونود ببينج طبعا ماشي خمسون ميجابي إذا قصدك أنت قدي عندك أنا البينج عاش تلا بس شو النفع إذا عم يقبتش عارف إذا كلمة كان عائد لك كلمة بيعلق أكتر لأ أنا بكون علاقة ضغط أكتر صح مظبوط المنطق اللي أنا بدي وصلكن لأله بالحديث إنه إنه إذا لايك قديش أخدت وقت لها عملت صفحة بحيث الصفحة وبعدين اللي أنت شايفه تصار له من أول ما عملوا الويب سايت لهلا ما تغيري يعني سلايدر هون في مجموعة من الداتا معتمدين على الباك أنت بفعالية الكونتينت اللي موجودين هون لاحظ مثلا هاي من الوقت ما بعرفه من السنة الألف وتسعمية وإني عاملينها هيك كنت درس لأنه عندهم بالجامعة ما معه مطاري لا مش هيك بس إنه على ما يبدو ما عندهم قسم خاصة بالديزاينر لكن حتى هادي هي هادي هي الويب سايت تعيتهم ما في شي مبتكر بس بشرفك طلع المنيو وين إن المنيو طلع طلع منيو لك غيا هعملك زوم إن بس أنا هعملك زوم إن طلع المنيو كيف شكله لحظت هاي هي المنيو ما في شي يعني آآ واو عادي عادي جدا سو إذا كمان فوتك على www.ciscollege.edu.lb كمان بتلاقي نفس الشي هي زيتا هي زيتا هي زيتا نفس الشي مختلفة ويمكن بس بدي علي عقصة المنيو الموجودة المنيو الموجودة تعتير هاي هي الويب سايت الموجودة بس برغم من ذلك هن كتير مبسوطين فيها لأنه بيقولوا لك عم تلبي الطلاب عم تلبي الحاجة وا 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 المعنى من الموضوع مش الديزاين بيحكي الـ content تحت الصفحة هي اللي بتحكي يعني إذا كان الناس بحاجة ليفوتوا يعمل registration أو يشوفوا data أو كذا هن بحاجة يفوتوا على الويب سايت حتى لو كانت سودا مانا حلوي بيفوتوا عليها لكن المنيو هاي هي المنيو الموجودة شايفها؟ هيك سو اللي بدي فهمك يتطلعوا على هايدي السايت edu-lb.com أو .net بتصوى يمكن أنا ما نحافظ هايدي السايت .net لك هاي دا الويب سايت شاكي في شكلها بس الناس بتفوت عليها لأنه نتاجة الامتحانات الرسمية من هون بيجيبون يعني مضطريين يفوتوا علي يعني هاي هاي دا الويب سايت بس اطلع عليها بتذكر الويب سايتات من سدة 1994-1993 ها كانوا شكلهم الويب سايتات أفكرة في ويب سايت مهم شو ساموه engine بس للسرش تابعكودي اسمه yoot.com yoot حجيلة color يعني لا 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 يعطيك الكود يعني صار متل search engine هير اصدو لا لا شا اسمه بيحطيك دفع مصلا هون اه اوكي يعني بيعطي شرح شرح لك هاي دا vertical menu لك شو مهضومة وحلوة هاي vertical menu الموجودة هون شايفة شو حلوة اللي بيجملها هاي الايكون الموجودة فيها برافو ايه الفكرة من المعنى من الموضوع اللي بدي لكم ايه انه بيضل في حاجة للويب سايتات وللديزاينر اكتر واكتر هلا انا هون عندي الايكونات كتير ملزوقين بالاسماء فبدي بيعدهم طبعا هيدا الشي بالكاسكيدي ستايل شيت عندي هون اذا انا متأكد انه بمكان ما بقلب صفحتي ما في عندي استعمال للآي ابدا 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 ففيني احكي عن الآي انه هي تعطيني margin to the right عشرة بيكسل مثلا هيك بيصير الايكون بعاد عن الناص عشرة بيكسل الا اذا انت متأكد انه الآي حتستعملها بمكان آخر بالصفحة فالساعتها انت صلح نفسك وشيل الآي من هون واعطيه الكلاس اللي اسمه فبتصير الحكي عن يعني كل وحدة بتبلش به كلاس بتصير بتصير كذلك شو هي يوسف اللي استاذ بالنسبة لموضوع لا مش فكت عن تحكينا عن link in link in نحط نعم 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 طيب نحنا كيف نحن كيف نحن نحن security لل project اللي منحط اللي منحط اللي لقلنا بموضوع الكود front end ما في security يوسف ال front end يعني يعني حتى جماعة فيسبوك و جوجل و انستجرام و اعظم ويبسايتات العالم فيك تفوت على source code وتقرأهم وتعمل copy عنهم اذا بدك ما في عندك اي حماية بالنسبة لل front end بس لخبرك عشي كتير اساس ومهم الفكرة انه هيدا ال design اللي انت عم تعمله اذا فتت على الفيسبوك وعملت copy طب ما هيدا design معمول اذا انت عملته لقلك ما الناس بتقول ييه ما هيدا فيسبوك يعني انه شو عم تعمل نفس الشي انت متلون بدك تخلق انت ال design تاعك هلأ يمكن تستفيد بشي icon معينة تستفيد مثلا بتاق محددة حاطين هني كارت حلوة عجبتك عملت لها copy مش خطأ هيدا مباح لكل الناس كودات ال front end مباحة لكل الناس اما موضوعات ال back end انت ما فيك تاخدن او تقدر تستخدم خلي بالك هيدا الموضوع مستحيل تقدر تاخدن تستخدم هاي قصة ال back end محمية لانه اللي بينحما هني database security وال encryption data الموجودين فما حدا يعني من الاخر حتى اذا لك تغير change directory او change page ما اتخدها من ال back end صح موضوع زمان بالجافا سكريت سيطرت الجافا سكريت باوامرها الاوية على البراوزر اكتر شي المايكروسوفت انترنت بشكل انه تقل لك ال right click اللي انت بتعملها ممنوعة يعني اذا انت بالويب سايت تعيتي جربت تعمل ال right click ما بطلع لك shortcut menu ما بتعطيك يون لحتى تقدر تنتقل الامر اللي اسمه view source بس ال google عملت بالبراوزر تيعة انه هيدا الامر حتى لو كتبته بجافا سكيب ما بترد عليك يعني بتفرجيك يون يعني معنات الجافا سكيب الاوامر اللي كانت موجودة لقاء هيدا الموضوع لا يتم استخدامه بعد خلاص ألغية من موضوع الجافا سكيب ليه لانه عم يفرجوا العالم انه ما بقى فيكم تعملوا حماية لل front end هو موضوعه مباح لانه بمجرد ما ينعمل انتي اذا بتفهم التقنيات اللي بيشتغلوا فيها الباكة ال front end ضغع هتقلي معك حق استاذ اللي احنا لما نفوت عايه ويبسايت اللي بدك تفهمه انه هاي الويبسايت بينعمل لقلا داونلود عندي بال central memory فاذا صارت عندي بال central memory كيف بدي احميها ما خلاص ما صارت عندي يعني هي مجبر انه تصير عندي اللي تتنفذ عندي على ال CPU تاعي بال memory تعيتي فبقى فيك انتي صاحبة انك تحميها على بعض الشركات اللي بتبيع تامبلت لانه فيه تامبلت مجانة وفيه تامبلت تشترى مثلا خلني فوتك على جوجل مش على اليوتيوب على جوجل وقل له لجوجل مثلا free bootstrap template front end template نضحك على بعض ما فيه شي اسمه back end template front end اوكي اللي بده يصير انه هون بتلاحظ انه عندك عشرات بالمئات من المواقع والصفحات اللي بتقدم template مجانة بعض template بتلاقيهم غير مجانية يعني مثلا مثل هاي live demo تكبس على free download تقدر تاخدها وتستعملها انتي عندك بالweb site تعيدك مع تغيير الصورة content مثلا ليكوا هاي ديش حلوة هاي دي المينيو حاطين صورة وحاطين هون social media وحاطين هون icon مع حط الanimation طبعا حلوة كتير مضبوط كتير حلوة طال هاي ديش اللطيفة فيك انت تستخدمها وتحطها عندك وتعدل على هاي دي portfolio بيني انت فيك تستخدمها وتعدل عليها بس الفكرة وين بعض بعض المننون للمواقع بيبيعوا template ما بيقدموها مجانة فبيحجبوا عنك كتير من الكودات بطريقة ذكية بس هني العذاب لقلهم بيتعذبوا كتير ليحجبوا عنك بيصير بيقدمو لك يعني live demo اللي بيفرجوك عليها ما بتقدر انت تشوفها directly بيصيروا ال data موجودين عندهم على server بتحاول انت وعم تفتح الصفحة بتلاقيها بطيقة لانه عم بيفتحوا لك بطريقة بس لما بدون بيعوك بيبيعوك بطريقة تانية بيبيعوك content الحقيقة بس برضو انت جب لي اياها لهايدي اللي هي مدفوعة منافرية وانا بفك لك لانه في امور بس تعرفها انت خلص ست بتعرف تقدر تفك كونها هي front end بس هني لما يعملوا هيك بكون حامو حالهم تقريبا اربعين بالمئة تلاتين بالمئة فقط بس لح خبرك بكل صراحة ما في template ما في template بتنبيع الا ما بتنفعك نوع يعني لانه هيدا موضوع front end بس اللي اني ما عنهم اطلاعات على ياب روح بيشتروها بس اللي عندهم اطلاعات بيعملوا كراك وهاك وبيقدر ياخدوها وبكل بساطة احلى template بنقدر ناخدها بكل بساطة حتى لو كانت مدفوعة طيب اوكي تعال نرجع انا وياكم للموضوع اللي كنا فيه من شوي اللي هو هون لنكمل اللي نكمل تعيتنا هون يا عزائي تنفترض انه نحنا عم نحكي عن شي مؤسسة تعليمية او شي شغلة خالنا نرجع بيت هو نحكي عن مؤسسة تعليمية such as google dot com نقونا شي اسم جامعة يا شباب مسلا خالنا نقول الاسلامية كنا بحبها ما بعرف كيف تكتب ايو بي الاسلامية بيصور هاك اسمها islamic university in بيروت هيك اسمها ايو فيب الوردني وفيب سور بدي اللوغو تاعها عندهم لوغو طيب مش خالنا ناخد الامجز تاعي 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 let it be that that's one خالنا ناخد صغيرة هاي خالنا اخد هاي اسمها نعم اليوم خاطرت بالي سؤال انه مسلا عم شوف الجامعات عم طبعها بالايو بي اللي بيدفع بالايو اللي بيدفع كلها لقد طب اخر الشي ازا لقى اشغل مسلا خمسمائة دولار والف دولار شو بيستفاد للاسف المناهج اللي عم تتطبق بالجامعات من تتواكب مع سوق العمل الحالي للأسف للأسف يعني فعم بيروح التلميذ عم يدفع دم قلبه واهله عم يدفعوا له بالنهاية بيكتشف انه اللي تعلموا جزء ناقص السوق بحاجة لاكتر من هيك انا لهايك ما فاتت بالجامعة وانا فاتت بالجامعة خاصة يعني رسمية مش خاصة وبياخد كورسز بتعلم اشياء اهم اهم للاشهدي مية بالمية حتى روما اكسبرينس انا هلا بعرف مهندس مدني ومخلص وجامعة لبنانية وشاطر وعم بياخد خمس مية دولار ويبدأنا هلا اذا بيشتغل برا تطلع ادو عشر مرات مزبوط صح بس برا في عندك تاكسز عندك كل شي يعني هي زيت احدت لها بين المواصلات وبين الترانسفور وبين الدرائب ها تطلع كمان خمس مية دولار اذا مش اهلا المعنى بالموضوع انا مية بالمية لأي مية دولار بيكا صحيح مش هيك اه لك هلا السيمستر الواحد مثلا مثل جامعة الالايو مش الالايو عبد الرحيم مراد يعني الايو عم تكلفهم بين 30 و40 مليون بالاربعة شهر كفر عن جد كفر سؤال هلا يعني بالسين مية مليون ما ضعف اذا سؤال هلا اذا خلو سار رسمي مضعف ما ضعف عموله 15 ألف يعني ساعتها الجامعات حيصيروا عن غاية الـ 15 ألف اي حرام عن جد يعني بدي يشوف الطلاب وهم بدو يجيبوا على الاقصار طيب يوسف يعني مسلا اذا بدو بالسين مية مليون يعني خمس سنين مهندس بدو 500 مليون خلي خلي اخد كل شيء بس يخلص 500 دولار كم سنين بدو لي وفيهم خمس سنين ممكن غايدروه تذكرني يعني يعني عنا 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 شوفوا المغزة دفع شوفوا المغزة شوفوا المغزة حلولي هاي المسألة انا حطيت تحت وعطيتها وعطيتها بوردر ويت وهايت بس ما ظهرت عندي انا لقد حط image background اذا شيء url بس حطتها حطتها ويت وهايت بس تزعطيها ثانية ثانية باك تشوف لا شوف ما نضم position اللي بدا تاخد بالدور هي تنزل تحت overflow لا 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 ابدا 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 هاي حظ بس تأكدولي الكلمات اللي انا كتبهم صح هاي العوقت شو سعيد بالVG وستوديو لانا عوقت لما تعمل selection بتناعتبر انه ما بتنااخد يعني متكن نعمل غيطة طيب لك اقول شو حقام غلط هي بالبوردر 2PX جعمل رفراش جعمل نسيف جعمل رفراش آه لا هي مظبوط 2X انا ما حطت آه 2PX صحيح صحيح ما انا احيانا بكتب بنسى بعض الاحرص انشان لك بقلكم اكدولي شوفوا هاي انا مبيني عندي طويلي يعني ححطها 250 او 280 280 280 يعني بس قلولي ليش عم حط البوردر بس بدي حط اللوغو فيها عم ايس بالبوردر حي في شكلها بدي حطها بالنص يوسف margin auto auto اكسارت من نص هلا margin auto حطا بطا تنعاز صار في كتير اشياء اه اي اي بس انه لو لو بعدها بتنعاز بس هلا ليك مالة ما بتنعاز اكد تنعاز بس انه بطا يستعمل اي 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 صار يستعمل اشياء غاب صح اه لحط انا هوني 50 بيكسل من مالة الفوق وشي للبي ار اوكي يعني انت مثلا تحط ال parent position relative تجاه تحط الشو اسمه children ب position absolute وتحطو مثلا translate ناقص خمسي خمسي بالمية ناقص خمسي بالمية ناقص خمسي بالمية هيدول ازا بدو يعملون يعني بدو يعملها responsive كيف responsive بتطلب منك هالشي عفكة اللوغو تاع الجامعة يتناسب مع الالوان اللي انا حاطتهم ايه مظبوط لانه صغير الصورة صغيرة عالبوكس فكررها فمنحط له او منحط له ضغري فرد مرة size مية بالمية مية بالمية ما بدي حط cover احيانا بتخبي بعض الشغلين فبصير عندي هاي هلا بيني انه بدها تاخد بالعرض اكتر فحنزيدها خلينا نحط 600 بدل 500 بالعرض يعني بتبين هك هلا ساشين فيني شي للبوردر كليا بس كان اللوغو شي كبير ايما احنا بدنا نخلي الصفحة يكون فيها لوغو بس ما يكون فيها شي كيف اوكي خليني حط هون 250 كمان هلا شو بدنا نعمل يا احبائي انا ما عم بعض مالية للصفحة عم بحط لكم بعض العينات اللي انتو بتكون تعملوها شوفوا مثلا انا بدي اكبس على بين عندي صفحة تانية فيها شي خاص بال وبين عندي وبتصير الهوم هايلايتد والكلاس هي الاكتف بس خليني انتقل لل بس هلا يعني هادا فيه تعمل عشار لانه ماشي بكل بتحتل انه برافو هايدي الشغل اللي انا بدي ساويها وقلكم انه تكملوها انتو كميني براجيك بس بموضوع مختلف موقع الجامعة الاسلامية شو بتحفظوا شي يوسف اسلامك aul aul.edu.lb 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 بدي اخد الاباوت كونتنت وحط هاي هي رايت المفروض ايه طيب ماشي لك حاطيني سبنر بطريقة لطيفة حاكبس على الاباوت هتلا نشوف حاطين كذا اباوت هني هون خاني اخد الوفربيو تعيتهم اه كونتاكت اس خلاص نعمل حاكم هلا مع الخبر احنا شغلينه هدا الويبسايت استاذ بالالفه وتلتعش والله طيب لك انا شو هامل هاخد هيدا كله اللي شايفينه هون بدي حطهم عندي يعني هياخد بدي حطه باللون الدهبي متل ما موجود دهبي على الكحلة حلو كمان شو شو بعمل ببدي صفحة صفحة جديدة هعمل سيف عن ال وسميها بس ما بدي حط ضغري مع ال بدي اطلع لبرا وحط بفولدر اسمه documents وداخل اللوكيشن اللوكيشن تا مين اه ويا منت انا هون عم بيكسر عم عدل على الاندكس سوري 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 اسف نحل انتبهت عم عدل على الاندكس بدي اعمل للفايل التاني عرفته اي واحد اللي هو اللي سجلته هلا فتحته هلا جديد اللي هو هيدا الاباوت اوكي انا كأني سجلت بتعرفوا شو سجلت الاباوت هايها هاي هي الاباوت سجلت بس سجلت الاباوت كل حق عليك يا محمد الله يسامحك انا بدي الاندكس هي بدي اعملها باسم اباوت رح تسجلت الاساس يعني بدي اخد محتوى الاندكس وعدل على هايك الاصل نقطين نقطين سلاش نفوت اساس دا 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 هون بدي شيل الاكتف من هون ورجع الاي اتشرف بدي قلو انو لما نكبس عالهم طلعني من الدكومنت خدني عال الاندكس دوت اش تعمال و هلا هون عندي الاباوت بدي تسير هي الاكتف فبشيل منها لهاي الاي كليا من هون وبحط الاكتف هون class equal active اه ما بدي شي لللوغو بدي حط هون مثل ايج وان وحط بقلبها التايتل اللي نسخته من الصفحة تعيد جماعة الاسلاميك وباخد وبيخد الparagraphs هول التلاتة وبحط هن ان three paragraphs متل ما مكتوبين p paragraph paste لحقامل close للparagraph الاولى هون بعمل open للparagraph التانية بعمل لها close هون paragraph التالتي بعمل لها close هون nice اذا بتكون right click format document برتب لي هون التلقائيا لحاله سو هلا الcontent منه مرتب بس حتى نقدر نعاين الشكل والصفحة خلا نشوف انا وياكن بس انا عم بتفاجأ هون هاططلي there is one error هاططلي هون هاططلي الاندكس هاططلي لمبة هون ساعدوني بالكراقة لو سمحتوا مطرح محاططو لنبع السطعش في شي انا عاملو open مش عاملو close بالغلط شو كاتب لي هون show code action control plus نقطة extract to contain model space بلا هاططلي فوق error index html one هلا في شي هاد هاد فوق 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 ايه ما هلا هي لانه ما كانوا واحد لك لا وين في بيانة عدد ايه لكون ايه لكون ايه عطوني رقم السطع اسهل document type ايه بتكون راد هي بتكون document type ايه بس انا ما غيرت فيها شي ايه انا ما غيرت فيها شي هو عم يدلني انه هون بس ايه عادة راد بيكون ايه شو اسمه لا لا ما هي في خطأة بس من بيني انا لما جيت عدل على ال about عدلت على ال index بالغلط بيكون في شي انا تركته ناقس من تبهت له على الارجع بس تألك شالك خلينا بس خيني ارسم شعر وانا هنه بيرسم هنه عادة انا شو بعمل بالطلب هن في error بيحطو لك يون هون بيكون هو فانت كاتب شي بالغلج بالاشتماع بس هاي بسكرة ايه منشان هيك عمقلكم شوفو لي انا مش قاشعو في شي خطأ انا كاتبه انا مني قاشعو اه زي غير لاززوم شوية زي بتريد اصداد ماش عامل زوم شو بدك بالي تحت التحت فاضي بس هون طلعوا بالسطر ستعش انا كاتبها مزبوطة جامل من اول الاخر من وقت من وقت الاباوت هيك هك ما في الاباوت لا ما انا خلص عدلت علي الاباوت انا عدلت علي الاباوت كبست عليها صارت الاكتف اللونة كحلة هي الاباوت والهوم صار فيني اكبس عليها ليه كيف صارت هيها كبست على الهوم ردني لهون وهي صار فيني اكبس عليها كيف بهالمنطق هلأ تعالي مرتبة للاباوت لاحظ شغلي بالاباوت انا ما بدي المحتوى تاعة يكون متلامس مع الصفحة كليا ففيني عطيها مارجن بتقلي بس هيدا ستايل عاطي مارجن زيرو للبدي سو مش مشكلة فيني اعمل شغلي اني اجي قل له هون ستايل وبغلب المارجن الاساسية اللي مكتوبة يعني بقدر قل له انه البدي بهي الصفحة عطيها مارجن مية وخمسين بيكسل ومارجن رايت مية وخمسين بيكسل هيك بتصير صفحتي بقلب الاباوت بس لحالها اخدها هاي للاندكس سوري هي المفروض تكون للاباوت اه انا بدي غيرها بالاباوت يعني حكيتي هون هيك رديتها هاي اللي متل ما كانت وبالاباوت صارت هيك بس انا ما بدي طبعا شباب انه يتأثر المنيو المنيو بدي يضلو متل ما هو طب شو الحال بيها يدي الحالي عزي بتي شفتوني اذا حطيتها بالبادي اها المفروض ما اعطيها للبادي اعطيها لكونتاينر حاملة تاكست هيدا الكونتاينر بده يكون بقلبه كل هول منشان هيك هني بيخترعوا شي اسمه ديف ديف كلاس كلاس اكوال كونتاينر وهيدا الكونتاينر هدفه فقط انه يمثل جزء من البادي بقفلها لهيدا الديف وبصير بقلب الكاسكايد دي ستايل شيت حبيتوا تحطوها بستايل الاساسي هاي اتس اوكي حبيتوا تحطوها داخليا اتس اوكي حقلو انه الكونتاينر بدي يكون عندها مارجن لافت مئة وخمسين بيكسل ومارجن رايت مئة وخمسين بيكسل وبالتالي بقلب الاباوت بالغيالة هاي كل يوم بتصير عندي البس الجزء البادي هو المتأثر بالمئة وخمسين بيكسل ورجعت المنيو متل ما كان هاكبس على الهوم هاكبس على الاباوت هلأ صار فيني الكونتاينر بيعدو عن التايتل اللي هي فوق مجموعة من البيكسلات مسلا خانا نقول مارجن طب خلا تكون خمسين بيكسل بتنعمل معاينة ممتازة بس لاح خبركم هيدا شي معيب ينكتب هاي فينا نقل مارجن طب اول شي خمسين بيكسل left مئة وخمسين بيكسل right عفوا مئة وخمسين بيكسل bottom بدي ايها تكون zero و right بيكون مئة وخمسين بيكسل بياخدها default ولو ما حطيتوا بقلب البطم it's okay لأنه أساسا مع من طال الكونتينت التحتيني فبتبقى عندي جملة واحدة مسيطرة على الوضع كله بيبقى أنه هلأ هايدي الـ بدي بايعدع مش هلأ انتوا ممكن تستخدموا الـ بالكورسز بالستودنت بالكلاسز بالكونتاكت مظبوط أو لا مظبوط أو لا الـ 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 مش ممكن تستخدمونك أيضا بعدة صفحات فإزان من هون نحنا منقول من هون نحنا منقول لا تكتبوا الـ الـ والـ داخل الـ رئيسي كتبوها inside about يعني هون بتصيروا بتقولوا الـ فقط بهاي الصفحة عندها تأثير محدد كأني أنا سمعت صوت شاب أول مرة بيحكي دا كتانا عقول انو بنحط بالـ أمين انت اللي حكيت أول مرة بيحكي شاباب أنا بيّن عندي شي خطأ هون لمحلي نظري لفتلي نظري لايكو كيف أنا عم بكتب عم بفتح عبر إسرز إقوص